الخطة الفاعلة تستطيع من خلالها أنك تقنع المستثمرين لازم كذلك تقديم هذه الخطة يعتبر من ضمن أساسيات قوتك في تقديمها أن تكون قصيرة تتيح له قراتها بالشكل المناسب شرح التفاصيل لا تستلزم وإنما تضع له فرصة في عملية تطلع عليها لاحقا مهارات الإدارة ترتبط قدرات الإدارية بإصحاب المنشأة ذوي الخبرات السابقة كما أن المستثمرين يفضلونهم بالإضافة إلى أن الدراسات أثبتت أن صفات صاحب المنشأة مثل قدرة على الاحتمال والتحمل المعرفة بالسوق المستهدف القدرة على معالجات المخاطر هي المحدات النهية لقرارة تمويل النشاط فكلما بدأت تقنع المستثمرين بأنه عندك معرفة بالسوق المستهدف بجميع تفصيلاته عندك مقدرة لمعالجة أي مخاطر قد تقع فيها كذلك عندك مقدرة لإقناعهم بعملية تقرير التمويل وهذا يعتبر من ضمن مهارات الإدارة ومهارات رائد العمال معدل العائد عن مشروع ركز في خط الأعمال على مجالين وهما وصف المنتجات ووصف الجانب المالي فكلما وصفت المنتجات بشكل دقيق وبشكل واضح وكلما وصفت الجانب المالي بشكل أكثر دقة فمعظم رواد الأعمال يصفون المنتج ويبالغون في ذلك بحكم معرفتهم به لكن يجب الأخذ منظور العميد أن يكون اتجاه رائد العمال موجها ليس نحو المنتج فقط بل نحو الفائدة التي يقدمها المنتج العملاء خلاصة هذا الأمر أنه كلما بدأت تقدم المشروع أو خطة الفاعلة للعمال لازم يكون عندك نقطتين أساسيتين وصف المنتجات ووصف الجانب المالي وصف المنتجات بمعنى صف منتجاتك بما تراه ولكن لا تبالغ وكذلك صف الجانب المالي من حيث الربحية من حيث المقدرة على التحقيق للأرباح خذ في عين الاعتبار كذلك كيفية العملاء وإقناعهم والوصول لهم لذلك تجد أن كلما كانت الخطة فاعلة كلما امتلكت تقديم الخطة كيف تقدمها ما هي المهارات التي لابد من امتلاكها كذلك الجانبين المهمين من حيث وصف المنتج ومن حيث وصف الجانب المالي كذلك لابد أن يكون واضح حتى تستطيع أن تقدم الخطة بشكل فعال وكفء في عملية الإقناع سلبيات خطة العمال إن الحقيقة في الغالب تظهر بناء على ما كان مخططا إذ أن الخطة مبنية على افتراضات فهي ليست في الأمر الواقع كما كتبت الخطة الثاني يبنع العمل الريادي على اكتشاف الأنماط والوسائل والأساليب والوقوع بالخطأ وهذا يعطينا نوع من التجريب وهذا ما يتعارض مع التخطيط المسبق عندما يضع رائد الأعمال خطة مسبقا فإنه لا يدرك بالفعل كمية التي ستبدو عليها الشركة في المستقبل فالشركة تطور من طلبات السوق واحتياجات العملاء مما يضعف من أهمية خطة العمل كذلك لمعد يحتمل المستثمرون وأصحاب رأس المال الجريء قراءة خطة الأعمال لأنها طويلة للغاية وأن الشركات المرنة الناجعة تتكيف مع السوق بشكل أسرع مما تحتاجه لقراءة خطة الأعمال مع وجود التغيرات الكبيرة في التقنيات والأسليب فإن التخطيط لمدة خمس سنوات يعد أمرا عديم الجدوى انخفضت القيمة المضافة لخطة الأعمال في السنوات الأخيرة مع تغير البيئة التي أصبحت متغيرة بسرعة وفي هذه البيئة يعد التخطيط طويل الأجل مهمة شائكة لذلك جميع هذه السلبيات الست لابد أن نحولها إلى إيجابيات وهذه تعتبر من ضمن الأشياء الأساسية عندما نبني خطة الأعمال نعي ونعلم ما هي السلبيات لخطة الأعمال حتى لا نقع في هذه السلبيات وكيف لا نحول هذه السلبيات إلى إيجابيات فعلى سبيل الافتراض لما نتكلم ونقول ولا لم يعد يحتمل مستثمر أصحاب رأس المال الجريء قراءة خطة الأعمال لأنها طويلة لذلك لابد أن تكون عندي تكون عندي خطة أعمال قصيرة خطة أعمال مشوقة وبذلك لابد أن نأخذ ميزات وما تميز به ما ذكرناه سابقا خطة الأعمال ونقارنها بتلك السلبيات ثم نبدأ بعمل تحسين تلك السلبيات ووضعها إلى إيجابيات حتى لا نقع في السلبيات التي تم اكتشافها من بعض خطط الأعمال المدرجة أو المنفذة سابقا ترجمة نانسي قنقرنة